بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد العالمي المصادر اهل الص BRRR الثالثنا اليوم عن الطاقة في الوطن العربي نحن نتحدث عن النفط والغاز الطبيعي وأيضاً رح نحكي عن مشكلات الطاقة في الأردن ورح نحكي أيضاً عن الصخر الزيتي في الأردن نبدأ أولاً ماذا نعني بالطاقة الطاقة هي القدرة على بذل الشغل أو عمل الماء الأمن الطاق يعني قدرة الدولة وبشكل مستمر على تأمين احتياجاتها من الطاقة من مصادر مختلفة مصادر الطاقة وأشكالها لدينا مصادر متجددة ومصادر غير متجددة من الأمثل على الطاقة المتجددة مثل طاقة المياه، طاقة الرياح وبقايا، النباتات ومخلفات الحيوانات وأيضاً لدينا جوف الأرض غير متجددة مثل الفحم الحجري، البترول، الغاز الطبيعي، الطاقة النووية ننتقل إلى مصادر الطاقة وأشكال الطاقة الطاقة الوحفرية مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري الطاقة الميكانيكية مثل الرياح والمد والجزر الطاقة الحرارية مثل الحرارة الجوفية في بعض الأرض الطاقة الشمسية مثل السخنات الشمسية وأيضا الطاقة النوية للاستخدامات السلمية والعسكرية مقارنة بين الطاقة المتجددة والطاقة المتجددة من حيث الدعمومة الطاقة المتجددة لا تنفذ تتجدد باستمرار أما الطاقة المتجددة تستحلك وتنفذ التأثير في البيئة الطاقة المتجددة لا تلوث البيئة يعني آمنة الطاقة غير متجددة هي ملوثة للبيئة والآن يتسمع توزيع الدول العربية في ثلاث مجموعات من منظومة الطاقة اللون الأخضر عندنا دول ذات مصاد مصدرة للطاقة اللون النهدي طبعا عندنا هي الدول التي عندها المنتجة والمستوردة للطاقة في عن واحد واللون الأصفر هي الدول المستوردة للطاقة طبعا عندنا هذه المتوقعات في دول الوطن العربي ننتقل إلى مصادر الطاقة في الوطن العربي بأول مصدر عندنا النفط حيث تشكل النفط في الوطن العربي حوالي 61-62% من الاحتياط النفط العالمي أيضا وهناك خمس دول عربية هي الأساس السعودية العراق الإمارات الكويت ليبيا تمتلك أكثر من 95.3% من احتياط النفط العربي الغاز الطبيعي طبعا عندنا يقدر تقريبا احتياط الأقدار العربي من الغاز الطبيعي حوالي 28.18% من اجمال الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي قطر أكثر دولة عربية انتاج لغاز الطبيعي إذن أكثر دولة انتاج لغاز الطبيعي ارتفاع سعر المشتقات النفطية عالميا ارتفاع قيمة فاتورة الطاقة داخل الدولة الحل التوجه نحو ميدان الطاقة البديلة لتحقيق الأمن الطاقي مصادر الطاقة البديلة في الأردن الصخر الزيتي هو صخر بسوبي يحتوي على مواد عطوية صلبة على شكل حبيبات ناعمة ذات لون أسود او بني قابل احتراق او التقدير لم تكن الحرارة كافية لتحويل نفط يعد الصخر الزيتي مصدر المهم للطاقة في الأردن نظر احتوائه على 10% من النفط و5% من غاز ويمكن استخدام شكل استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية والصنات المتعددة ويعتبر الأردن ثاني أقنى دولة في احتياط الصخر الزيتي إذن ترتيب الأردن الثاني في احتياط الصخر الزيتي بعد كندا الأول كندا ثم الأردن ويقدر مخزون الأردن من الصخر الزيتي بحوال بين 60 إلى 70 مليار طن ننتقل إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياحية من النواع البديلة لإستخدامات الطاقة في الأردن وبهيك بيكون انتهى درستنا لليوم